أنتقل إلى نقطة أخرى فيما يخص حديث القاهرة بطبيعة الحال وهو الحديث الذي لم يتوقف وإن كان في ظني أنه خفت يعني خفتت نبرته وتوارت إلى حد ما حدت نغمته فيما يخص العدوان الإسرائيلي على غزة والحرب الإسرائيلية على غزة من اليوم الأول طبعا يعني من يتابع هذه المنصة وهذا البرنامج يعني يعرف يعني رأي وموقفي فيما جرى من أحداث ويجري لكن إن عايز أتوقف هنا عند نقطة مفصليتين 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 من ضمن النقاط المفاصلة الأخرى إيه هي بقى المفصليتين دولة أول حاجة وأنا بتابع بيانات الحمس وتهليلات مهلليها وداعميها ومؤيديها والمتعطفين معها والمنتصرين إليها والأصوات الإعلامية المفتوحة لهم والمنابر الإعلامية التي تبدو أنها منابر إخوانية وهي كذلك بالفعل يعني تتحدث طيلة الوقت عن إنه حماس انتصرت وإنه المقاومة انتصرت وإن ما نشهده هو انتصار عظيم للمقاومة وإنه الجيش الإسرائيلي بينهار جيش الاحتلال إن الجيش الإسرائيلي بيتلقى خسائر هائلة وضخمة وهذا حقيقة وإنه يعني في سبيله إلى الانهيار وإسرائيل نفسها يعني إلى زوال وإنه حماس بتدي كل يوم درس لإسرائيل والعالم كله في عظم وانتصار المقاومة وانتصار الشعب الفلسطيني طيب يا جماعة يعني لو ده المنطق بتاع حماس وأصحابها ومؤيدها ودعميها ليه عايزين بتعملوا وقف يطلق نار ما زي كان الجماعة بينتصرهم وإسرائيل بتنهار حد يكره إن إسرائيل تنهار يعني ليه تساعدوا إسرائيل على وقف الانهيار ما تخلي الحرب مستمرة والمقاومة بتنتصر هاي وحماس بتنتصر كل يوم فإذا كان ما هو حادث حاصل الآن أمام أعين الناس انتصارا فليكن مستمرا من الذي يرغب في إيقاف انتصار راجل بيقول لنا إنه كل يوم بيدوا إسرائيل هزائم هائلة رهيبة وإن الجيش الإسرائيلي بينهار وإنه الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بتنتصر الحقيقة يبقى من الغياب رجاحة العقل بل من الخطل والهبل إن إحنا نقول الحرب تقف ده بالمقياس الحمساوي يعني لو أنا بمنهج حماس شايف إن أنا منتصر وإن إسرائيل بتنهزم وتسقط طب وإنه ليه يوقف الحرب ليه بدعوا الوقف في إطلاق النار أو ليه بقول إن أنا موافع لوقف في إطلاق النار طبعا هرد عليكم على نفسي يعني والسؤال اللي هو ومين قال إن المنتصرين ما يطلبوش وقف في إطلاق النار ويحبوا طبعا يومهم دخلين حرب أكتوبر في أي حاجة يعني هم من اليوم الأول عايزين يقرنوا ما فعلوه أو ما فعلته حماس بـ 6 أكتوبر 73 أرجو إنه إحنا يعني لننساق وراء هذا الهراء المقارنة هراء الحرب بأكتوبر 73 حرب عظيمة فريدة متفردة بين جيش وطني عظيم وعدوه وحقق الجيش المصري في حرب أكتوبر مئة في المئة من أهدافه يعني إحنا يوم 16 أكتوبر كيف نعمل لي تاني حققنا كل شيء الخطة مكتوبة بالحرف بالحرف اتحققت ودلوقتي اللي كانوا بيشككونا وقالونا حرب أكتوبر مصر إنهزمت دلوقتي يقول لك إحنا عملنا اللي تعامل في حرب أكتوبر طلت حلوة دلوقتي ليه؟ لأن الرغبة المحمومة الدائمة من طيار الإسلام السياسي ليه؟ التهوين من عظمة مصر من قوة مصر من مكانة مصر تصفية وتخلص حساب مع مصر وطبعا بطبيعة الحال مع الجيش المصري وبطبيعة الحال مع رئيس السادات كمان ومع فكرة وقيمة السلام اللي عملتها مصر فطول الوقت وطبعا معاهم مجموعة من يعني العقول القومية والنصرية اللي بتكره رئيس السادات لدرجة ده مستعدة تطعن في يعني أشياء كثيرة لصالح إن السادات يطلع غلطان في حرب أكتوبر وطبعا يعني القصة إياها بتاعت الإدارة السياسية في الحرب خزلت الإدارة السياسية حاجة يعني كلام مقيت كلام مقيت ومعيب ومتهاوي إنما لو جمهوره يعني ولو أصواته حناجره فأي مقارنة بين حرب نظامية يخدها جيش نظامي ما بين يتخدها جيش دولة ما بي يضع في زهن المدنيين يحمي شعبه مش بسائب شعبه يطلق عليه المدافع والنيران ويموت مدنيه وضحاياه ولكمان واسحنا بنحارب فما فيش مقارنة على الإطلاق وأرجو حتى من هؤلاء الذين يعني يتحدثون عن مصر بهذا الولاء الجميل يعني أرجو إنهما يعفوا عن المقارنة إحنا اللي حصل في 7 أكتوبر واللي بيحصل حتى الآن من حماس يدخل تحت بند حروب الاستنزاف حروب مجموعات مسلحة لجيش نظامي قدر أقولك تجب إذا كنت عايز الشبه يعني تجب ما كانت تقوم بين مجموعة 39 قتال بيعني قيادة العظيم الراحل أمير الشهداء إبراهيم الرفاعي اللي كان بتعمل عمليات خلف صفوف العدو عمليات استنزافية تنزل على موقع إسرائيلي ليلا تقتل وتسحب أسرة تخطف أسلحة كي ندرك أحدث الأسلحة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي أو تصور خرائط المواقع والمعسكرات الإسرائيلية في الأرض اللي يعسكر فيها ويقتلها نعمل عمليات تخريبية في خط برنيف ده العمليات اللي تقدر طول عليها العمليات نحن كنا نسميها نزال عمليات فدائية أو عمليات خلف صفوف العدو دي منطقة نقدر نقارب بينها الأمثلة إنما حرب اكتوبر بقولك يعني منفردة فريدة ويوم ما نقبل وقف اطلاق النار يوم ما بنقبل بمعركة على الأرض إحنا عاملين الحرب أساس عشان نقف اطلاق النار إحنا عاملين الحرب أساسا عشان نعبر القناة ونحرر مساحة من الأرض في سينة ونقف عندها ويلا بقى إسرائيل اتسرت إرادتك الجيش الإسرائيل الذي لا يقر ده قهرنا الخط برنيف الذي لا يتحطم ده ده قناة السويس التي لا يمكن عبرها عبرناها فتعالي بقى على مائدة المفوضات راس براس براس إنما اللي بيحصل الآن من حماس على الأرض يستدعي السؤال الثاني المهم في هذا السياق وهو هل الشعب الفلسطيني يشكل عنصرا في صناعة قرار جماعة حماس يعني حماس وهي بتاخد حتى قرار دلوقتي إنه هو الهدنة نعملها إزاي أو المفاوضات إيه الشعب الفلسطيني جوه معطيات قرارها ولا مصلحتها هي اللي قرارها يعني مثلا أنا أدروا لك إنه نتنياهو لا مصلحة إسرائيل ولا الإسرائيليين ولا التخين في إسرائيل يفرق مع الاتنية وحاجة هو مصلحته الشخصية وحدها التي تتحكم في قراره ويتحكم في حكومته بمصلحته الشخصية إذن إذا كان على مصلحة إسرائيل فكاشف بمصلحة إسرائيل قبل أن تخش غزة وتعمل الغرسة السودة اللي هي فيها هذه التي تستحقها إنما مصلحة نتنياهو مصلحة نتنياهو يستمر فيه التدمير والتهجير والتخريب والقتل وسفك الدماء والوحشية عشان مصلحة نتنياهو إنما حمايس وهي بقى بتفكر في قراره بتفكر فيه مصلحة الشعب الفلسطيني ولا زي نتنياهو كده بالزبط بتفكر في نفسها لأنه لو بفكر في الشعب الفلسطيني لو موت ميت إسرائيلي جند إسرائيلي لا يسوي عندي روح فلسطيني واحد تصعر إلى بارئة يعني أنا حافظ على روح فلسطيني واحد ولأت الميت عسكر إسرائيلي ده ليو أنا مهتم بالشعب الفلسطيني ليو أنا مهتم بالمدنيين مش هي بأولوياتي أنا بس النهاردة قتلت عشر قتلت عشر قتلت عشر قتلت تلاتين في نفس الخبر بعده في مية فلسطيني ماتوا النهاردة أو كل يوم طيب أنا بوزنها إزاي أنا كحماس لو بوزنها بس أنا قتلت كم عسكر إسرائيلي اسمحولي أنا بوزنها بقى ب أنه روح الفلسطيني عندي بمية عسكر إسرائيلي يأتي أنه تبقى يبقى فلسطيني حيا أفضل لي من أن يموت مئة جند إسرائيلي لو أنا مش أنا بقى مش أنا العبد الضعيف الذي يتحدث الآن يعني إنما قادة قادة الشعوب قادة الدول قادة الجيوش ده معيارهم